البداية ستكون مع الصحافة الأمريكية إذ حذرت وكالة بلومبرج من تزايد مخاطر نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط كما تقول في ظل احتدام التوترات الجارية في البحر الأحمر كانت الضربات الأمريكية والتي استهدفت أهدافا في العراق والهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بمثابة علامة تحذيرية جديدة على أن الحرب في غزة تهدد بالتوسع إلى صراعا قد يكون أوسع نطاقا من شأنه أن يزعزي على استقرار الشرق الأوسط بأكمله موقع responsible statecraft التابع لمعهدي كوينسي بواشنطن ناقش احتمالية قيام إسرائيل باستهداف قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني لإثارة حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط كما يقول الموقع يقول الموقع أن استهداف رضا موسوي إما أنه شكل تحذيرا لإيران بعد هجمات الحوثيين على السفن المتاجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر أو استفزازا من جانب إسرائيل لتوليد رد فعل إيراني من شأنه أن يمنح إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب ولطالما رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على إسرائيل لقبول وقف دائم لإطلاق النار في غزة لكن التوترات في المنطقة ستستمر في التصاعد وسيتوجه الشرق الأوسط كما يقول الموقع نحو حرب إقليمية قد تتورط فيها الولايات المتحدة الآن الحديث حول وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في مقال افتتاحيا عبر صحيفة وولستريت جورنال لثلاثة شروط وصفتها وولستريت جورنال بالشروط المسبقة لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استعرض نتنياهو هذه الشروط المتمثلة في تفكيك قدرة حركة حماس العسكرية نزع سلاح القطاع بأكمله واستئصال ما يسميه التطرف في المجتمع الفلسطيني بأكمله على حد وصفه تقدر الإشارة إلى أن المقال لا يذكر المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ولا يشير تقريبا مطلقا لعودتهم كشرط مسبق لوقف العدوان الإسرائيلي لكنه كان يتحدث عن نزع التطرف من المجتمع الفلسطيني ولم يشير إلى التطرف في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ما يعني تقريبا يريد شعبا فلسطينيا على المقاس بثقافة مختلفة وفق مقال نتنياهو صحيفة نيويورك تايمز قالت أنها تكفلت بنشر صور الأقمار الصناعية حصلت عليها وقامت بتحليلها والتي أظهرت كما تقول نيويورك تايمز توغل جيش الاحتلال في وسط قطاع غزة في أحدث جبهة من المعارك مع حركة حماس والتقطت هذه الصور بعض العشرات لمركبات المدرعة كانت متجهة نحو مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين عبر موقع بلانت لايز المتخصص في تصوير الأرض في الصحافة البريطانية تقول أن هناك تدهورا في العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة هذه المرة إلى مستوى جديد مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تقول الصحيفة أن الهجمات التي وصفتها بالقاتلة على المباني على مقار الأمم المتحدة في قطاع غزة باتت تزيد من حدة التوترات بين الجانبين في الوقت الذي اتهمت فيه إسرائيل الأمم المتحدة بأنها تتخذ مواقف منحازة ضدها قتل ما يزيد على 142 موظفا من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وفقا لبيانات أممية وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ هذه المنظمة كما قال حتى أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي العدوان على غزة يضع مخزون الأسلحة الأمريكية الضخم في إسرائيل تحت المجهر هذا تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية صلت من خلاله الضوء على انعدام الشفافية في حجم الضخائر الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل أو المخزنة بالفعل هناك التدقيق على الأسلحة الأمريكية يأتي في أعقاب الضغوط على الإدارة الأمريكية بسبب الدعم غير المحدود الذي تقدمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وأنشأت مخازنه للسلاح الأمريكي في إسرائيل لأول مرة في الثمانينات من القرن الماضي لتوفير إمدادات سريعة للقوات الأمريكية في حال نشوب نزاعات في الشرق الأوسط تكون إسرائيل طرفا فيها يبدو أن إسرائيل الآن كما تقول جارديون تستخدم ذخائر من المخزون الأمريكي لكنها أيضا بكميات كبيرة في قصفها الذي دخل يومه الثاني والثمانين على قطاع غزة أخيرا صحيفة لوموند الفرنسية انتقدت الوعيدة الإسرائيلية بحرب طويلة المدى في غزة تصف لوموند ذلك بالفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة قالت الصحيفة أن استمرار العدوان على غزة مع تكثيف جيش الاحتلال لغاراته تبقى تقريبا الطريقة الوحيدة التي يعتزم بها نتنياهو الاحتفاظ بقيادة اليمين المتطرف من خلال طمأنة أعضاء الليكود الذين يشعرون بالقلق إزاء الفشل الذريع في تحقيق أي من أهداف هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر